السلام عليكم كيفكم طلابي؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله منح اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن درس جديد في مادة الجغرافيا اللي هو الاختلال البيئي رح نتعرف اليوم إن شاء الله على مفهوم الاختلال البيئي وعلى مسببات الاختلال البيئي أول شي خلينا نتعرف ما هو الاختلال البيئي يلا كلنا مع بعض ما هو الاختلال البيئي اختلال البيئة والتدخل الإنسان في البيئة على نحو غير مدروس وإحداث تغيير في عناصرها مما يؤدي إلى حدوث اضطراب في العلاقات المتبادلة بين إجزاء النظام شو يعني تدخل الإنسان في البيئة على نحو غير مدروس؟ تدخل الإنسان في البيئة على نحو غير مدروس إنه الإنسان أقام عدة مشاريع سواء مشاريع سكنية مشاريع زراعية ولكن على نحو غير مدروس ممكن انه يعمل على ازالة الغابات ويروح عشان يزرع فيها او مشان بناء مساكن للسكان لانه عرفنا انه صار في عنا زيادة سكانية كبيرة برأيك ما هي مسببات الاختلال البيه؟ اول شي رح نحكي عن زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون زيادة نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو طبعا لما نزيد عنا نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو بيعمل اختلال خلينا نعرغ كيف كيف عنا بتزيد نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون لما بزيد استهلاك الانسان الفحم والنفط حتى ينتج الطاقة احنا بنعرف الاقتصاد عنا اتطور في المرحلة الاخيرة فعنا زاد نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون طيب بما انه زادت عنا نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون كيف رح يأثر عنا في البيئة لما بتزيد نسبته اول اشي بعمل على ارتفاع درجة حرارة الجو ثاني اشي بعمل على تغيير في المناخ بعمل على ارتفاع درجة الحرارة في الجو وحدود تغييرات في المناخ احنا لما نعمل على ازالة الغابات واحنا بنعرف الاشجار تقوم بامتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون فلما نتخلص من هاي الغابات اكيد رح تزيد عنا النسبة فبالنتيجة شو رح تكون رح يأثر بشكل سلبي على النظام البي بتمنى تكون وضحت لكم تشوفوا كيف انبعاث غازات الكربون في الجو لما بقوموا باستهلاك الفحم والنفط حتى ينتج الطاقة للصناعات خلينا نشوف ثاني مسبب للاختلال البي اللي هي تراجع مساحة الغابات تراجع مساحة الغابات طبعا انسان صار يعمل على قطع الاشجار الغابات فسر قطع الانسان اشجار الغابات شو الغاية من قطع اشجار الغابات اول شي لاغراض الزراعة والبناء حكينا صار يقطع اشجار الاراضي الغابات اشجار اراضي الغابات حتى يزرع فيها وحتى يقوم ببناء او عمل مشروعات سكنية ثاني شي صار يستخدم الاخشاب في الصناعة يستخدمها كحطب او انتاج الطاقة كحطب في الصناعة مثلا عندنا الكراسي الطاولات غرف النوم هذا كله يستخدمه من الاخشاب هلا لما احنا بنقطع اشجار الغابات كيف رح يأثر عنا على النظام البيئي كيف سيؤثر على النظام البيئي اول شي بتنحسر او بتقل مساحة هاي الاراضي ثاني شي بدمر مساحات واسعة من الغابات فهون بتصير قدرتها على امتصاص غاز الثاني اكسيد الكربون قليلة لانو احنا بنعرف الغابات تقوم على امتصاص غاز الثاني اكسيد الكربون الضار منها الجو وبرضه في عنا كثير كائنات حية مواطن هاوين بتعيش في الغابات فهون بنكون دمرنا وقضينا على مواطن الكائنات الحية فبالتالي بصير عنا اختلال بيئي خلينا نروح على ثالث السبب للاختلال البيئي لهو زيادة استخدام الاسمدة الكيميائية احنا بشو منستخدم اسمدة الكيميائية شو هي الاسمدة الكيميائية اسمدة الكيميائية هي عبارة كميات كبيرة من السمات منترجين والفسفور نستخدمها في الاراضي الزراعية لتساعد على نمو المزرعات الأسمدة بتساعد على نمو المزروعات وبتقوية هلأ هاي الأسمدة بتكون عندي من نيتروجين فسفور طيب شو أثر زيادة استخدام الأسمدة في النظام البي أول إشي هاي الأسمدة لما بنحطها على التربة راح تتسرب هاي المواد اللي هي من نيتروجين والفسفور لباطن التربة إحنا حكنا اسم دي كيميائي يعني مواد كيميائية راح يكون فيها مش الطبيعي اللي هي من روث الحيوانات بس تتسرب لباطن التربة راح تنتقل لمياه البحار والمحيطات يعني هون شوفوا أثرت عندي على مياه البحار والمحيطات بالنتيجة راح تأثر على النظم البيئي الموجودة في البحار والمحيطات شوفوا كيف هاي تأثيرها من التربة للبحار والمحيطات وبتأثر برضو هاي السماد بعد التبخر مكاثر في الهواء تأثر عندي التلوث في الهواء طيب شو هي النظم البيئي مش حكينا أنها بتأثر على النظم البيئية وبتعمل على تدميرها شو هي النظم البيئية أو الأنظم البيئية اللي أثرت فيها المواد الكيميائية في مياه البحار والمحيطات هي الشعب المرجانية الشعب المرجانية هاي شوفوا عندنا الصورة ألف منطقة شعب مرجانية لكن ما تسربت إلى أسمد الكيميائية ولكن الشكل با تأثرت بالأسمد الكيميائية وقامت تدمير نظام البيئي في البحار آخر مسبب للاختلال البيئي استخدام بلاستيك في الصناعة إحنا كثير مواد بنصنحها من البلاستيك بنعرف cair mowaad لو نطلع حوالانا في كثير مواد من البلاستيك طيب علم تعاد مادة البلاستيك من أكثر المواد تأثيرا في الأنظمة البيئية فكر معي ليش مادة البلاستيك من أكثر المواد تأثير في الأنظمة البيئية يلا مع بعض لأنها باستغرق تحللها في التربة آلاف السنين باستغرق تحللها في التربة آلاف السنين وإحنا بنعرف مصانع البلاستيك أنتجت 6 مليارات طن من البلاستيك حتى عام 2000 وعلى عشر شفنا كمية كبيرة جدا شوفوا كيف المواد البلاستيكية بدها فترة طويلة حتى تتحلن فلما تضل في البيئة فترة طويلة دون تحلل راح تأثر عندي في النظام البيئي وتعمل على اختلال البيئة يعطيكم العافية بالنسبة للأسئلة بتحلوا سؤال 2 على الدفتر سؤال مع الجواب سؤال 3 على كتاب وتبعتولي إياهم وإذا عندكم أي استفسار تابعوني السلام